اه. بس في زعلة. في زعلة. طيب تعالوا نشوف. نشوف ايه ده بقى اللي بيحصل هنا ده. انا لسه قلت حاجة يا ميدو. ايه اللي كلامك صح? انا لسه قلت حاجة? لسه هقول او. انا مقولش حاجة عن الشير. انا سايب لكم الموضوع براحيتكم بعشان هنختار حد من الشير النهاردة نقرر قرية خاصة في اللايب. يلا اكتر حد هيعمل شير هنعمله قرية خاصة. ليه متبهدلين هو انتو انا شايفة بهدله اهي 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 اهي. دي العصيان دي هموم اعباء مسئوليات عقبات مشاكل كل العصيان دي رمز لكل الحاجة اللي انا قلتها دي. اه شيلة تقيلة يا ميزان عندك مسئوليات كتير قوي مش ملاحق. على الاغلب دي مسئوليات في العمل. العمل للناس اللي بتشتغل مسئوليات لستات البيوت طبعا مسئولياتهم كبيرة وشغلوهم كتير جدا اه اذا ما كانش يوازي فهو يزيد شغل الراجل برضي. وانا وانا اعترف. الناس اللي بتشتغل فاقيبا عايز تروح شغل تاني. تعدد خلص شايفة ان ارهاق شديد جدا جدا بمقابل مش مرضي يعني هما مش مش حاسين المجهودهم على قد المقابل اللي بياخدوه. فعايزين عمل جديد وشكي في عمل جديد فاعلا. قسعوا بس. انتوا قسعوا وان شاء الله في عمل جديد. او هتعملوا عملية مثلا اه تاخدوا تبريد في حاجة بحيس ان تغيروا المكان بتاعكم. المسئوليات اللي عليكو شوية. اطلبوا مساعدة يا ميزان. دي شي اللي تقيلة انتوا مش عاكمين تشروها فعلا. لان انتوا مش عاكمين مش عارف يرفع العصيان من على الارض. دي شي اللي اكبر منكو. حاولوا انه اه تخففوا الاعباء شوية عن نفسكو. اه علشان بتعرفوا التميم. شايفا قدامي مش هرفع الكارتة ده لان عاليانين. مش عايزين مش مشاكل. اه الحب. اه في ارتباط. لا الحمدلله ده. ارتباط بالشريك او في حالة اختيار. الميزان بيختار شريك. اوكي? بس شكل الاختيار ده يعني هي حاجة شكلة اول هكده بس مش هتكمل. ده اللي الناس اللي بتعرفوا. الناس اللي لسه في مرحلة التعرف. ليه? شايفا بعد. مش هيعجبك اللي انت حتشوفه. بحتمشي. للا شكرا مرسيكي. ممكن يكون البعض ده للناس اللي مرتبطين بالفعل. يعني مش لازم يكونوا في اول تعرفهم. انا حسيت بطاقة الكارت ان هو تعرف من اولي. بس برضه ممكن تنطبق على الناس اللي قريدي في علاقة. شايفا حد بيدور ظهره وماشي. لكن البعض ده ده آآ قرار صائب. انت ما يليزم تعمل كده. ليه? حاجة من تاني. اما العلاقة دي بتضرك. فهو احسن لفين تتبقى عنها. او الشريك محتاج يخاف ويحس بقيمة بعدك. فيبتدي افضارك فقط. والله اعلم. ده حرمة انت حابب تنسحت. وانسحت. وقاعد بتفكر. تفكر لوحدك. الحكيم ده شخص آآ بيحب يفكر لوحده. بيحبش. مش ما بيحبش يسمع نصيح حد. بيسمع من هنا بس ما بيستجبش بيمتز اللي في جماعه فقط. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يارب يمشي الموضوع زي ما انا شايفا كده. شايفا قدني كمان نجاح. the world. انت شغال على حاجة انت بتعمل حاجة او انت بتعملي حاجة حتى لو تنبيت ستنبيت الراجل اللي بيشتغل. المهام اللي عندك الشرف ده هتكملها على اكمل وجه. اكتمال دائرة. full circle. حاس بفخر بنفسك. اي نعم احنا ما بديش بنفسينا الكردل ده لازم نسمعه من حد. فانا هو بسمعه لك. الشقاء اللي انت كده ده نهايته او المرضود بتاعه نجاح. مية في المية. انت عامل حاجة ما تخرش المية. الست اللي قاعدة في البيت بتراعي بيتها اولادها انت عاملة شغل مية مية مية. مية مية. تاخد بنفسك وحط ثقة نفسك وانت فعلا بتعملي حاجة معجزة. انت تعملي معجزة كل يوم. بالنسبة للعمل. اللي بيشتغل برضو في العمل ومطحون بالشكل ده. انت بتعمل معجزة كل يوم. درابوا عليكم وحسوا بالفخر وانت اللي انتو بتعملو. ما تستنوش ان لحد يابداركم ويديكم التقدير ده منبار. ادو لنفسكم. اه في حالة اه فيح اساس لشيء انت حاطت حاجة ناوي تعمل حاجة كده وحاطت لها اساس. الاساس ده ممكن يكون افكار. اه ممكن يكون خطوات بالفعل. اه ممكن الحاجة دي تكون اي حاجة. ممكن تكون مسلا قررت انك انت مسلا حتصالي كل يوم. قررت انت حتصوم اتين وخمس. قررت انت حتطلع حاجة لله. قررت انك انت حتفيه شغل بديد. قررت انك انت حتتعامل مع اهل بيتك بشكل احسن. في حاجة انت حتت اساسها. بس لسه عايزة شغل. بس الفكرة في دماغك. اللي انت حتعمله ده. حيضيف ليك توازن حلو جدا لحياتك يا ميزان. انت قررت يشوف طلعلك الميزان وانت ميزان. حيضيف التوازن عنك. صورة حلوة جدا زي ما انتم شايفين. الشمس طلعة وبحيرة وحاجة كمنتهى الجمال. يعني انت فعلا عايز الكمال. فيه ارتباط واضح الميزان في حالة حب وفي حالة ارتباط. لكن واضح ان فيه بعد او فيه فراء بيحصل. ودي حيب ان انت تنسحك شوية وتفكر لوحدك. وده قرار صائل يا ميزان. الشريك هيحس بالغلب بتاعه. هيبتدي يقرب. وهيبتدي يا يسا. تمام. آآ. الشريك لما هيشوفك انت بتبعت وتتديره دهرك. وتبت تفكر وتقيم العلاقة هيحس الغلط وحييجي ويقدم اعتذاره. وحيبتدي يصلحك ويرجعك دي تاني. آآ. شرتك تقيلة جدا يا ميزان. الارهاق واضح واضح. واضح مفيش يعني انت فعلا مش قادر خلاص. الاعباء زادت عليك جدا. حاول تساعد نفسك شوية. شكلك هتدور على العمل الجديد والإذن الله هتلاقي عمل جديد. حاطت لأساس لشيء كويس جدا جدا. آآ. باغ التاني. آآ. اللي بيقول لي انت مشاركة باللاجة. يعني آآ استغفر ربنا. وآآ والله يسامحك. بس كده. آآ. حاطت اساس لحاجة. وان شاء الله الحاجة دي هتضف لك لوازم كويس جدا عندك يا ميزان. ريتك حلوة قوي قوي قوي. تعالي نشوف بقى الحاجة والعطفية اخبارها ايه? الصورة راحت. طب جماعة مع ليش هو الانترنت بس حصل في حاجة. ممكن تخرجوا وتدخلوا تاني للصورة عندي مش قويسة. مارش شايفات كويسة. واللاس بتكتب كومنس ووصلها لي كومنس عادي خالص. يا دينا ربنا يخليكي مارس بتاني بس لازم برضه اقوله حاجة. لازم يعرف ان اللي قاله ده حرام هو اخد زمن مش انا. آآ انا حد شخصيلي في حياتي ممكن اعرف. آآ مين وازاي اعرف. احمد اللي انت بتتكلم عنه ده مش مش طرو خالص مقدرش اقولك آآ مين وازاي. آآ الطرو حاجة فيها اجمال يعني فيها حاجات تكلم اكتر. آآ زي ما انتوا عارفين الطرو ما بيقديش وقت. الناس بتسألني امتى ما عارفش ما بيديش وقت. آآ ما بيديش اشخاص ولا حتى آآ آآ نظرة ده او تسهم لك حتى. بتبقى حاجة آآ جنرال جدة. اني لازم اكترح بشكرك يا ريان واضحة بشكرك يا هواي ده قوي. يا حبيبتي يا بنيت بنتي لاماريني. آآ كل الابراب تقالت يا جماعة. حتتعاد ان شاء الله بتدقى من ديسمبر. آآ فاضل هنا برج واحد بس وهو برج العقرب. ان شاء الله هنقوله بكرة او بعده بكتير. في حقيقة احنا حصل معي ودورت على شغل كتير. طيب يا رو استماري. استماري دوري. او تحاولي تاختي حاجة تمرين في حاجة بحيث انك انتي آآ تترقي مسلا. تبتدي الشغل المتكاتل عليك ده بدي يقل شوية. حدثت يا كريس. يا روحي بشكرك آآ بشكرك احمد حسن جدا. اوكي انت يا ربنا يخليك يا دينا. فانو الله يكلمني في صحيح بتاياتي يا نرهان ده ريكو حلوة قوي. ازيك اما يا كناد دي صادبتي. ازيك يا راح قلبي. بوست او عنيكي. بشكرك يا دعاء قوي قوي قوي. احكيك عن الحوت روان انا حكيت عن الحوت الشهر ده. حدثت يا ولاق بشكرك قوي. اه اتكلمت عن الحوت الفيديو المسجد من وجود في الصفحة. ادخلي شو فيه. كانت قرية برضو متميزة جداً داعة الحب. يلا نشوف الحالة العطفية. الميزان عطفي شوية على فكرة. الميزان عطفي. الله جسيد دي. حلوة قوي قوي قوي. طيب الميزان كوين اف كبس. اكيذ ده يقيم العلاقة بعقله. ده منحي العطفة خالص. او حاسس انه مش وقتها. دلوقتي انه هو يقيم العلاقة بعواطف خالص. منحي العواطف. وبيفكر بعقله واحد. واخد حذره جداً جداً. اه. نفسه العلاقة تكون بالقوة والصلابة اللي هو رسمها او متخيلة. بس عايز طمنك يا يا ميزان العلاقة فعلا قوية. ممكن تكون بتمر بمرحلة فيها شوية تغيير او اي حاجة من الحاجات دي. لكن هي فعلا قوية. شايف شريكك ازاي؟ انا شايف انه هو يمكن سلبي شوية يعني قاعد ما بيعملش حاجة انت بتاعمل كل حاجة شايف ان انت شاي مسئولية اكتر منه انت بتدي اكتر منه وهو مش هستنيها سلبية بس عايز اقول انه مش مدي نفس الحاجة مش مدي لك الميزان الميزانك مش مزبوط وانت كل حاجة عندك بميزان الميزان الميزان عندك مبوض هو لك مش مدي لك اللي انت محتاجة فيه بقى هو عايز ايه؟ شريكك عايز ايه؟ هو شريكك شكله مش عارف يعمل لك ايه يعني هو باصص على كرة كده اعمله ايه انا مش عارف اعمله ايه فهمش فهمي نفسه يعني نفسه يهديك ويروضك يعني مش يروضك بصوا ايه يا حبيبي ايه ده انا كويس والله انا معاك انا بس مش عارف اعمل لك دي لك اللي انت عايزه بس انا بحبك انا ومش عايزة بعد عنك ونفسه يعمل لك كل اللي انت عايزه بس اه فهم يعمل ايه؟ تمام؟ شايفك بتتغير بتتحول بصوا هب تغير خالص علينا تغير علينا اه والله يا ميزان شايف انو ما بيش داعي خالص اتقم بينكم بصوا الجمالي انا شديد كارتين عشان اتأكد بصوا اللي اكترت منور ازاي وده آآ بيدل على الفرص انتو علاقتكم مليونة فرص يعني كل لما تحصل لانتو مشكلة بتدو بعض فرص والحياة بتديكو فرص آآ وكمان معافاة معافاة وآآ صحوة لو كانت العلاقة داخلت بحالة لكود مسلا بتديدو مثلا يتميلي وده شيء طبيعي جدا بيحصل في كل العلاقات كل يوم وفي كل حتة ففي معافاة فيك صحوة كده هتحصل ان شاء الله بصوا بقى اللي بيأكد لان كارت كنا نأكد للمعلومات دي اولي حاجة هنا في عطاء بقى هنكتدي نبدي شوية في عطاء افتكر العطاء ده هيتدي بنه الشريك لو قراءة المرموء اللي حلل عامة انطبقت فعلا وانت جيت لشريكة بظاهر وحيتدي هو يبدي ورقك وحيتدي هو يصالحك هيتدي قدن حاجات اهو بصوا هيتدي يدي لك حاجات مرسية عمر جدا وهنا حب مشاعر جديدة هتتدي تدخل جويك وافتكر انت هتستجيل يا نزال بسرعة جدا للتغير ده وللمبادرة اللي عيعملها شريكة وهتوقفر حام بيها جدا وزي ما تقولوا حبكو هتولد من جديد كأنكو بتشوفوا بعض الاول مرة وبتحبوا بعض الاول مرة وحاجات متاهي الجميع الناس اللي مستنين اطفال ده كمان كارت الاطفال ممكن ان شاء الله يحصل حمد الشهر ده وحيدي تاني وحيقدر هيستمر الشريكة انه هو يديلك اكتر وانت كمان تقريبا انت كمان هتديله انت كمان وعلاقاتكو زي ما قلتلكو اه ايش مي ايه يا نعم انا عايزة استلف ولا عايزة حاجة ايه بعد عنيه اه فيها فرص كتير كتير مليانة فرص العلاقة حلوة قوية ميزان وصراحة شريك الميزان لازم يكون اه يعني يحس ان هو محظوظ قد ايه محظوظ ان هو مع ميزان الصورة فيها حاجة فعلا ولا كده اصابت اه ده هي كاميرا مكاتش مليفة بس اوكي ايه الكومنتات رحت فين? الكومنتات رحت فين? حد يكتب كومنت كده يا جميع? طيب ايه بعديني? اوكي. الكومنتات هو قطع. حد يكتب كومنت كده? هو الانترنت شغل كويسة هو ملقل اللي حصلت. طب انا هكمل قرية ان شاء الله هي هترجع لوحدها. صحي يا جماعة انا مش شايفة كومنتات كو خالص. ولا او اه راشد حد بليز يقولي اه الصورة حلوة وكله تمام. طيب انا مش شايفة كومنتات اللي يا لولي. مش شايفة كومنت مش شايفة كومنت خالص. سمين كده? انا عدت باي حاجة ده ايوة رجعتني. اه. 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 اوكي. تمام. دعنا بقى نشوف المدموع التاني. ويلا اه. ولاء او راشد. اه. اسلاميلي عليك. سامنتين. انت كويس جدا يا مسعد. الله يسلمك يا. ولا يسلمك يا هبهو. بسلاميلي حاببت. بشكركي امل قوي. اه حاجة انه والله ما تقولش كده. لا ما تقولش كده والله لأ الجوزاء مش من الابراج المنفوسة خالص. خالص بالعكس. ايوة يا كاميليا. قوليلي حاببت. خلاص كدين جدين على فكرة. يا مدانا مرسي جدا. وكل. وكل وتاني محببت. الحمد لله ايمان يا رب دايما يا رب. لانك صحة وعسولة قوي. بشكرك قوي يا محمد. مرسي 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 مرسي. مي مرسي. طيب. المموعة التانية بقى. اه من واحد لحد عشرة في اكتوبر. بسلاميلي يا ماريا ميحفظك ويسعجك يا رب انت كمان. كلمت صح جدا. بشكرك يا ماهي. اه ما كفرتي كفرتي وفرتي. يا حاببت يا ماريا مرسي يا روح قلبي. بشكرك قوي قوي قوي. طب حلوة قوي. تعالي نشوف بقى هنا بيحصل ايه للمموعة التانية. ايوا. اه عايز اقول لكم بس على حاجة كده وانا بحط الورق. في واحدة يعني من الاس دي الناس اللي اتعرضت عليها من خلال الارايات بتاعتي. حابة هديني بحاجة. حجبني فروت تاروك جيدة يا جماعة مش صدق نفسي. انا مبسوطة جدا. وكل ده انا لمختراها المراتي. لان اميض اللي جابهوني زي ما قلت لكم اللي جابهوني من المانيا دول انا مش عافة افهمهم يا جماعة كروت بالالماني حتى الكتاب بالالماني. فانا محتاجة ترجل الكتاب.